جيتنا الأساسية أنه أنت عم تقولي الآن أنه نحن بلأ الوسيط الأمريكي ما بيمشي حالنا والأخري نحن أساساً نحن أصحاب الخطأ بالموضوع لأنه أساساً ما كنا بعازل للوسيط الأمريكي شو كنت بتعمل فينا نعمل نروح للأمم المتحدة فينا نروح للتحكيم الدولي هذا كان المفترض يكون خيار أول هذا ما صار نتيجة التباسات معينة نتيجة حسابات معينة نتيجة وساطات معينة ماشي الحال مين عم تحمل المسؤولية؟ عم تحمل المسؤولية كل الأطراف بدون استثناء كل من له علاقة بهذا الملف من أول ما بلاش لا حين ما هلأ انتهينا فيه حتى الرئيس بالري؟ حتى الرئيس بالري شو يعني شو يعني الرئيس؟ حتى اتفاق إطار وين غلط؟ ما عم بحكي عم بلك بالأصل الأصل كان يجب أن يذهب لبنان إلى ما يسمى بالتحكيم الدولي فيه ما ينطبق عليه قانون البحار طبعا هذا أقوال مختصين أنا مش عم بتفلسف هلأ لحتالي يطلع يقولون أنه أنا عم بحكي وعم بنتقد الرئيس بالري أنا عم بنتقد كل اللبنانيين وعم بنتقد حزب الله وعم بنتقد الرئيس بالري وعم بنتقد الرئيس عون بالمبدأ اللي أنا عم بحكي فيه أنه فينا كنا الروح لشيء اسمه التحكيم الدولي أما الأمم المتحدة وأما اللجان الدولية بالمحاكم الدولية مثل ما بيصير فيه منازعات هلأ يمكن البعض قال لك أنه نحن والعدو الإسرائيلي نحن مش مع بلد جار عم بيصير هذه القصة فيه عدو إسرائيلي أمريكا إلى يعني يد بهذا الموضوع فكان لابد من الاستعاني بأمريكا ماشي استعانوا بالشيطان لحتى يتخففوا من الشيطان الأكتر منه ماشي الحال لكن هذا الوسيط ليس مطلق الصراحية هذا الوسيط ليس هو من يأمر اللبنانيين حاول ميرانا وتكرانا ساترفيلد أن يفعل هذا الأمر هل أن يفعل هذا الأمر شنكر وبعدين هلأ يجينا جريندايزر هذا الأخير هكشتين مشاهد يا استيس فالسل أنه هالتعابير يعني طب هيدا بالآخر وسيط الأمريكاني بملف أساسي وأول مصارت خبرية دغري أنه لأ بدنا الوسيط ترجعوا بدنا تبتكم يا هون وبتهجموا شو عملك أنا قلتلي أنا أنا قلتلي عملك كان قلتلي كاللوبنان صار فيه خطأ ورحنا فيه هذا الخطأ تحت عنوان أنه الأمريكي هو من لديه القدرة على التعامل مع هذا الموضوع بعتبار الإسرائيلي ربيب لألوم شاك وإبلوا اللبنانيين بهذا الموضوع أول شي حزب الله ما له علاقة لا بالأمريكي ولا بغير الأمريكي أصلا هو خارج كل الموضوع جملة وتفصيلا ليس له علاقة بالملاف ما ويفاء يعني هو كان ضد أنه يكون فيه مفاوضات غير مباشرة عبر الوسيط هو ضد أي نوع من أنواع المفاوضات بالنسبة لحزب الله بس إذا كان لابد من استنقاذ الحق اللبناني عبر المفاوضات الغير مباشرة سكت حزب الله واعتبر أن هذا الأمر من اختصاص الدولة اللبنانية وكان أعطى الرئيس بالري مطلق الصلاحية بداية وثم أعطى الرئيس عن مطلق الصلاحية لم يتدخل في التفاصيل بهذا الموضوع عشر سنين أول مرة رحنا مدري تسع سنين وشوية وهلأ سنتين وسنتين وشوية رح يصرنا 12 سنين نحنا عم نفاوض وإسرائيل نقب تشيل تحطيت وصارت على باب الاستخراج ونحنا السنيورة والصفضة مدري شو عملوا معنا بأبرص مدري شو عملت أبرص معنا إلى الآن ما أحد أحقق فيها ولا أحد أحكي فيها ولا أحد أساره لا بمجلس النواب ولا أمام اللجان المختصة وإذا طلعت تحكيتي بتطلع يقولوا لك أنت عم تخوني في خلل ما صار باتفاقية أبرص يطلعوا اللبنانيين يعرفوا شو اللي صار بالزبط ليش الإسرائيلي كان له الباع الطويل في ابتداء العمل ونحنا بعدنا توتال إلى الآن بشهادة رئيس الجمهورية لم تعطينا التقرير ما الذي رأته في بلوك رأم أربعة يعني إلى الآن إذا بتسألي جبران باسيل ورئيس الجمهورية وكل المسؤولين اللبنانيين إذا عندوا تقرير عن شركة توتال تبقى ذكرينه ماشي؟ وهلأ نحنا مش عملنا كونسورتيومو مش عارف شو بيسموه هذا كونسورتيومو أبعرف شو ورجعنا جددنا لتوتال مشاك؟ ولا شركة حتشتغل بلبنان ولا شركة إلا أن إلا أن إلا أن يصل الإسرائيلي عبر الأمريكي إلى ما يريد لأنه عمليا الآن يقودون حمل دولية على لبنان بس رئيس الجمهورية بكلمته الأخيرة قال أنه رح يكون أمام يعني يا اتفاق يا أمر إجابة بملف الترسيم لما فيه مصلحة لبنان يعني هذا كلام لرئيس الجمهورية مش معناته كلام رئيس الجمهورية يعني كلام منزل من السمن هو المنزل هو المفاول هو لأنه ضنين بحق اللبنانيين وعنيت بحق اللبنانيين حاول ويحاول ويتفاقل هذا واجبه واجبه رئيس الجمهورية عليه واجب أن يكون في خدمة المصلحة اللبنانية إلى أقصى الحدود معقولها التفاقل مش مبني على معطيات لا يطلع رئيس الجمهورية يقول هيك معقولة يجب أن يتفاقل شوف شوف نحن فتنا بمفاوضات طويلة مشاك وصلنا بالجولة الخامسة إلى طريق مسدود مشاك نسحب الوفد اللبناني والوفد الصهيوني قال ما بيوافق على الطروحات اللي طرحها وفد التقني اللي كان عم بيقوده العميد ياسين مشاك ووقفت الأمور وعدنا من جديد تحركت الأمور أي متى لما يجد الانيرجيين باور مشاك تحركت بشكل طبيعي لأنه هوكشستين فل وما عد إيجا ولا اتصل ولا عمل ولا شيل ولا حظ هذا الوسيط الأمريكي اجد الانيرجيين باور مع لاي شي مع احترامي لكل المسؤولين اللبنانيين حفلة الكذب اللي بلشوا فيها وحفلة التدليس ما الكل اللي بيعرف أنه هيده طالعة ما الكل عارف مين لحظة؟ الكل عارف الكل عارف أنه هيده مش أنه قبل بيوم لما وصلت عرفه ما مفترض عملية الراصد اللي بتصير ما هي طالعة من شهرين طالعة ومتوجهة وفي بيان رسمي بالموضوع أما الناس نايمين أما بدون نفكرون أنه نحن أنه نحن هلأدي سدج ما فينا نتعاطى مع الحدث لحظة وقوعه هذا إله مسار هادي جماعة أرسلوا رسائل عدة بهذا الموضوع وعملوا تلزيمات وعملوا شاله وحطوا في مراسلات بين قبرص وباللبنان قبرص وإسرائيل ومش عارف وصار فيه كثير قصص يعني كلها غايبة عن المشهد اللبناني ما عدا بيعرف فيها بكل الجهات ما قاله رئيس الجمهورية قاله بعد المسيرات لم يقله قبل المسيرات إذن المسيرات فعلت فعلها الأساسي فيما له علاقة بتوجيه إنزار حقيقي للإسرائيلي أولا هذا ما له علاقة لا بالحرب ولا بالسلم لأن المسيرات ما زال لو كانت مسلحة يا أستاذ فيصل هلأ بس تصير مسلحة بنبقى نحكي هلأ ما فينا نفطرد على شيء مش مرجود لا لا شوفي طالما أن هذا لبنان محكوم بمنطق أن لللبنانيين الحق بالدفاع عن أرضهم وسمائهم وسرواتهم بكل ما أوتوا من قوة وطالما أن كل البيانات الوزارية قالت بهذا الأمر وتحفظ هذا الأمر لم يعد مقبولا بأن يوجه أحد الانتقاد للمقاومة لماذا فعلت ولماذا لم تفعل المقاومة جزء من عنصر القوة اللبنانية هلأ عملية التنصيق أو عدم التنصيق هذه مسألة تقنية تبحث مع قيادة المقاومة بعيدا عن اللعبة الإعلامية الممجوجة لأنه عمليا خليني أقول لك رئيس الجمهورية كان مرتاحا لم يبدأ انزعاج وأبدأ انزعاج مما قاله ميقاتي وعبدالله أبو حبيب إذن مين قال أنه أبدأ انزعاج في شي موقف رسمي طلع أو أنه سمعت أنت شخصيا منه انزعاج أنا بعرف أنه كان مزعوج ما في موقف رسمي ما في موقف رسمي لا بل نائب رئيس مجلس النواب ليس بوصعب يقول بمقابلة صحفية أن المسيرات في غير توقيتها وهو المكلف فيها وتصريح نائب رئيس مجلس النواب في غير توقيته وليس في مصلحة لبنان كمان نحن فينا نقول له بكل محبة هك رأيك طبعا هك رأيك هك رأيك هو المكلف في التفاوض مش هك رأيك لا شوفي 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 ليس المهم من هو مكلف في التفاوض أن تكلفي بالتفاوض شيء وأنت تطوعي لتصدر بيانات وتصدر مواقف هذا شيء آخر تكليف في التفاوض شيء وأنت تطوعي لكي ترسلي رسائل لأنه أنت إليك عليها أو إليك يعني شوية هلأ عم تتهم روح شوية أنا مش عم بتتهم أنه عنده عليه أو عنده بيشي بالوقت يلي بس هذا ملف سيادي ما بفتكر هو يا عزيزتي أنت سألتيني سؤال وأنا عم بجي وأنا عم بردك على جوابه وأنا عم برد كمان أم بلك أنا ما عم بتهم مثل ما هو طلع عال في غير توقيتها تصريحه في غير توقيتها طبعا هيدا يكون لو ما نقال هيك ولو ما يمكن مش والرئيس مياتي طلع عصده لا أعرف وين كن نصر والرئيس مياتي طلع لم لم شوف عم قل لك شوف شوفي شوفي في ناس في ناس لا تدرك لا تدرك بعد إلى الآن قوة هذه المقاومة هذه الناس بعد عايشهم فكري حالة أنه هي يعني بتوجه ملاحظات وبتشيله وبتحطه وخدمي للآخرين قال حزب الله أنا خلف الدولة في هذا خلف الدولة هجأة بتطلع المثير لا لا مش فجأة لا كيف لا لأنه الدولة إلى الآن ما قالت والإسرائيلي بدو يبلش وقال لأنه أنا بأيلول بدو يطلع غاز ما يستلم حزب الله زيك هالمنحون لا ليش بدو يستلم وبمن هو مقاومة ليش بدو يستلم حيث التصرف مش من جهة واحدة ولاش ما بتستلم الدولة اللبنانية هي يتدافع عن الجنوب وجيب طيارات للجيش اللبناني وجيب دبابات ليش بيحاولوا كتير يجيب وين مثلا لحعطيك مثال يعني قائد الجيش آآ قدر يأمن شو أمن رنجرات وتياب هلا متل لرنجرات وتياب شو جاب شو جاب ليلي شو جاب عطيني عطيني أسماء لا أطيني أطيني يقال شو أطيني أنه قدر أمن جاب له شوية صواريخ سينجر جاب شوية صواريخ يوخون تبقى اليوم عم بتشكك بالجيش اللبناني عم بتقول أنا ما عم شكك أنا عم لك ممنوع شو ممنوع ممنوع على الجيش أن يكون جيش في مواجهة إسرائيل ممنوع مش عم شكك عم لك ممنوع هالموضوع نحنا وين رايحين فيه فيه بوادر إيجابية أو لا ما فيه قبل ما أطلع بريك لأنه تأخرنا ما بعرف أنا يعني أنا لست من يقرر إذا فيه بوادر إيجابية أو لا يعني أنا عم بلك أنه رسالة المسيرات فعلت فعلها أربكت العدو الإسرائيلي طلعوا حكي وقالوا اللي يجب أن نصل إلى تفاهم مع لبنان هن اللي قالوا هاك نحن بعض اللبنانيين لا هن بدوا مصلحة إسرائيل مش مصلحة لبنان اليوم الشرق الأوسط الصحيف العظيم مين بدوا مصلحة إسرائيل بس هيدا كلام هيدا كلام هيدا كلام خطير أنا شوف لأك أخذ مين من المعنيين لو كلام لا خطير ولا شيء مثل ما أعملك لا خطير ما أعملك يا سيدتي أنا قوات اللبنانية بموقفها أقرب إلى إسرائيل من مصلحة لبنان ماشي نجيب ميقاتي بالبيانة اللي أصدره أقرب إلى إسرائيل من مصلحة لبنان بس هيدا كلامة عم بتتهمهم بالخيانة عم بلك أقرب ما عم بلك أنا هو مع إسرائيل بكل يبدو مصلحة إسرائيل على مصلحة لبنان يعني المسألة مش بالإحسابات مثل ما أنت بتقولي أنا لما بقول أن الموقف تعولي بيخدم إسرائيل أكتر مش ضروري أن يكون مع إسرائيل الموقف تعولي خدم إسرائيل أنا عم بتغلب مصلحة إسرائيل مش عم تغلب قد لا يكون عن صابق نية لكن عمليا هذا اللي صار لهم